اشتركوا في القناة 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 يعني 3-6 التي أقدمي 9 وبالتالي الأدامنا ديت من نبات التي أزاوت الفلقة الوحيدة وبالتالي الأختار ديت ل projections ليسходی معه الرقم دال طبعا هنا الجزور نباتات زيت الفلقتين فيزن دي كمان منفعش اختارها يبقى الحاجة الوحيدة اللي بتنتمي إلى النباتات زيت الفلقة الوحيدة رقم جيد أي الحالات التالية لا يتساوي فيها عدد الكراموسمائي مع عدد كروموسومات في انسى متلازمة داون. طب متلازمة داون اللي احنا فاكرين كانت عبارة عن كم? عبارة عن خمسة واربعين زائد اكس اكس. يعني مجموعة كروموسومات هنا كم? سبعة واربين كروموسوم. احنا دلوقتي عايزين حاجة ايه? لا تتساوم معه. اول حاجة رقم الف. زكر متلازمة داون. طب زكر متلازمة داون كان عبارة عن اللي هو خمسة اربعين زائد اكس واي. طب هنا فيه كام? خمسة اربعين واتنين با كام? سبعة اربعين كروموسوم. وهنا فيه كام? في سبعة اربعين كروموسوم فاصبح الكلام دا صح? احنا مندور على الحاجة اللي اخلي بنا. رقم بيه? انسى تاينر. انسى تاينر اللي احنا فاكرين كانت عبارة عن اربعة واربعين زائد اكس زيرو. يبقى هنا فيه كام كروموسوم? اربعة واربعين واحد يبقى كام? يبقى خمسة واربعين كرموسوم. طب هل الخمسة واربعين كرموسوم قد اللي هما سبعة واربعين كرموسوم? طبعا لا. وبالتالي دي هي الغلط اللي احنا ما ندور عليه. رقم جيم. زاكر كلين فلتر. زاكر كلين فلتر كان عبارة عن اللي هو اربعة واربعين زائد اكس اكس واي. تعالنا نجمع كده. اربعة واربعين وثلاثة يبقى كام يبقى سبعة واربعين كرموسوم يبقى ده زي مين زي ده يعني ده صح بالنسبة احنا مدور على الحاجة غلط الرقم ده الانسة تعاني من التضافي الجنسي ثلاثة اكس الانسة اللي هي مدورة عن اربعة واربعين زائد اكس 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 تعالنا جمع كده اربعة واربعين زائد ثلاثة يطلع لي كام سبعة واربعين ايه كرموسوم يبقى دي كمان فيها كام 47 كرموسوم في ازن دي كمان صح يبال حاجة الوحيدة هنا التي لا يتساوى فيها عدد الكرموسومات مع اللي هي انسة متلازمة دونة اللي هي مين انسة اي طينر عشان دي عندها كم عندها 45 كرموسوم الكائنة الحية اللي هي امامك يتغزى عن طريق التركيب رقم كام ايه اللي قدامنا ده ده عبارة عن اللي هو البراميسيوم البراميسيوم هنا بيتكاوم هنا رقم واحد اللي قدامنا ده بسميها فجوة منقبضة رقم اتنين دي بسميها نواة كبيرة وعندي فيه نواة صغيرة تانية وعندي هنا رقم تلاتة ده بسميها اللي هو الميزاب الفمي الميزاب الفمي رقم اربعة بسميها اللي هي الاهداب فبول هنا يا ترى رقم واحد رقم واحد اللي هي مين اللي هي الفجوة المنقبضة طب الفجوة المنقبضة دي بتستخدم لتخزين الفضلات اللي هي موجودة داخل اللي هو الكائن ده اللي حين التخلص ايه منها فإذا دي بالنسبة غلط رقم اتنين رقم اتنين اللي هي النواء الكبيرة النواء الكبيرة دي بتتحكم فيه اللي هي الوظائف الحيوية والخلوية بتاعت مين اللي هو الكائن ده وبالتالي ده غالب بالنسبة لنا رقم تلاتة رقم تلاتة اللي هو بسميه المزاب الفمي وده بيستخدم في التغذية فعلا الكائن ده بيبدأ هنا عن طريق اللي هي الاهداب بتاعته ده يتناه بيبدأ يدفع اللي هو الطعام بتاعه اللي هو طيار الماية يعني اللي هو محمل بالخزاء. الى اتجاه مين اللي هو ايه? الفم بيسمين اللي هو الفم ايه? اللي هو الخلوي. في اذا ده صحة من نسباننا يعني اللي جابها رقم مين? رقم جيم الرقم دا اللي هي رقم اربعة اربعة اللي هي مين? اللي هي الاهداب وطبعا الاهداب التي تستخدم فين? في اللي هي عملت مين? اللي هي الحركة فاصبحت ديها بالنسبان لنا غلط. يبط صحة رقم مين? رقم ما التارز الجيني لصفة ما لحد الافراد إذا كانت نسبة الأمشاج ذات التركيب الجيني S capital Y capital هي 25% طب تعالنا نشوف كده اللي هو من دوني أنا عندي هنا التركيب اللي قدامنا ده بالنسبة لنا 1 ده 2 ده 1 ده 2 هنا لتنين شكل بعضا ناخد واحد من هنا وناخد واحد من هنا يعني هنا يطلع له نوع واحد من الأمشاج اللي هو S capital Y capital يعني النسبة يطلع له هنا كام 100% في إذن ده ما في عشاء اختاره هنيجي هنا هناخد واحد معده وواحد معده يعني هنا يديني S capital وي ايه وي capital وعندي S capital وي small بالشكل ده ده نسبته كام 50% ده نسبته كام 50% هو بيسأل على ده نسبته كام 25% هل ينفع معنا طبعا غلط هنيجي هنا هناخد ده معده يبقى S capital وي capital S small ها وي capital ده نسبته كام 50% اللي هو بيسألنا عليه وهو مفروض كام 25% وده 50% أصبحت غلط هنيجي الرقم ده طبعا ده هيديني اللي هو أربع مشاج اللي أولاني مع الأولاني يبقى S capital وي capital بعد كده اللي أولاني مع الثاني capital small بعد كده الثاني مع الأول S small وي capital بعد كده الثاني مع الثاني S small وي small هو بيسألني على مين؟ اللي هو المعيشة عندنا بعد كده اللي هي شعبة اللي هي author Dan اللي هي الإسطلانية خارجيا. دعنا نشوف الاختيارات. فابل رقم الف. يزداد التطفل وتقل المعيشة الحرة. هل الكلام ده صح? طبعا الكلام ده غلط. ده مفروض يقل مين التطفل وتزداد مين اللي هي المعيشة الحرة. فيزن ده كده غلط. رقم بيه. يقل اللي هو التطفل تمام وتزداد يبقى ده صح كده. وتزداد المعيشة الحرة برضك صحي بده الاختيار الصح. رقم جيم. يقل التطفل صح والغلط يقل التطفل صح يماشي ويزداد الافتراس هل هنا في افتراس لا هو مفروض تزداد مين اللي هي المعيشة الحرة فأصبح ده غلط ده صح أصبحت العبارة غلط رقم ده تقل اللي هي المعيشة الحرة هي مفروض تزداد ما تقلش يبا ده غلط ويزداد الافتراس احنا وانا ما فيش افتراس المفروض عندي تزداد اللي هي المعيشة الحرة ويقل مين اللي هو التطفل لان اصلا مفيش ايه مفيش افتراسي في زن ديك ده غلط يبس صحة كده رقم مين رقم بيا في اي الحالات التالية يتكون صبغ كلورفيل في نبات الزرة احنا عارفين في شرطين اساسين عندنا علشان يتكون مين او يظهر اصعر مين لو صبغ ايه كلورفيل في نبات الزرة اول حاجة عندنا لازم وجود جين الكلورفيل لازم يكون موجود في النبات ده اول حاجة الشرط التاني لازم اللي هو وجوده الضوء لازم يتعرض اللي هو الجين ده ايه الى الضوء تعال نشوف الاختيارات رقم الف وجود جين الكلورفيل صح وعدم التعرض للضوء قال لي هنا عدم لأ طبعا لازم يتعرض لأيه للضوء علشان يظهر الاصر بتاعه رقم بيه غياب جين الكلورفيل لا غلط لازم يكون موجود التعرض للضوء صح بس اصبحت كده العبارة غلط رقم جين غياب جين الكلورفيل قال لي غياب لا كلام ده غلط لازم يكون موجود عدم تعرض للضوء ده كمان غلط أصبحت أهم الاثنين غلط رقم دال وجود جين كلورفيل صح التعرض للضوء ايه صح وبالتالي دي الإجابة ايه صح لو احنا فاكرين اللي هي كرومب من الخارج بكل هنها أخضر ليه علشان الجين موجود اللي هو كولورفيل وكمان بيتعرض لايه للضوء طب اللي هو الورق الداخلة بتاع الكرومب بيكله ايه بكله ابيض طب ليه الجين موجود بس ما بيتعرضش ايه لضوء فلازم الاتنين يكونوا ما وجودين وجود الجين وكمان وجود مين اللي هو ايه أبضل مال كان الحي الذي يتواجد فيه هذا التركيب الموضح بالشكل زي ما احنا شايفين اللي قدامنا ده ده عبارة عن مين عبارة عن اللي هو الهايدرة وطبعا ده بيتبع مين بيتبع اللي هو شعبت اللي هي اللاسعات طبعا الكانات دي بيكون معظمة بحرية ما عندهاش طبعا رأس بيكون عندها اللي هو الفم بتاعها الفم ده بيكون محاط به اللي هي حاجة اسمها ايه اللي هي الزوائد او بسمها اللي هي اللوامس وطبعا دي بتحتوي على تجويف بسم التجويف ده اللي هو التجويف اللي هو الوعاء اللي هو المعدي. طبعا يجلينا غلط كلاميدو مونس غلط. هيدرة طبعا دي اللي جابه الصح براميسيوم غلط. يبص صح رقم جليم. امامك نوعان من الكائنات الحية اي مما يلي يمثل وجها للشبه بينهما. عاوزين تشبه بينهم. طب ايه اللي قدامنا ده? تعبار عن تحلب الكلاميدو مونس. هو عندي التاني ده عبارة عن تحلب الاسبيرو جايرة. اعوزين تخلي بالنا? واجه للشبه بينهم. فبقول لي هنا رقم الف. عدد الخلايا المكونة لكل منهما. طب الكائن ده كائن وحيد الخلايا. انما الكائن ده عديد الخلايا ما ينفعش معنا. يبقى الاختير ده غلط. رقم بيه? شكل البلاستيدي ده. البلاستيدي هنا زي ما احنا شايفين شكلها ايه فنجانية الشكل. اما البلاستيدي ده هنا بيكون ايه حلزونية الشكل. الاتنين من الشكل بعضها. رقم جيم. وجود وسيلة للحركة. طبعا هنا بتتحرك عن طري مين عن طري اللي هي الاسوات. تمام? انما هنا اصلا ما فيش وسيلة للحركة. فاذا ان ده كمان ما ينفعش. رقم دال. طريقة التغذية. طبعا دي الاختيار الصح اللي هي رقم دال. علشان هنا بتحتوي على مين على اللي هي بالاستداد خضراء. هنا بتحتوي على اللي هي بالاستداد خضراء. يعني هنا تقدر تقوم بعملات البناية الضوية. هنا هي قدر يوم بعملات مين? البناية الضوية. معنى كده ديت عبارة كانت ايه? ذاتية اللي هي التغذية. ايه العبارات التالية غير صحيح. يعني اندور على العبارة ايه? عبارة غلط. رقم الف. توجد الكرمصومات في الخلايا الجسدية في ازواج متماسلة. يعني الاتنين شكل بعض. طبعا الكلام ده صح. عبارة صحيح. عندنا الخلايا الجسدية لو انا بكلم على الانسان بتحتوي على ستة واربعين كرمصوم. فدي بكون على هيئة اللي هي اتنين نون. او بسميها تلاتة وعشرين زوج من الكرمصومات. فهي فعلا موجودة في ايه? على هيئة ايه? ازواج متماسلة. يعني الاتنين شكل بعض. رقم بيه? تنتج الامشاج من الانقسام الميوزي لخلايا المناسل. صح ولا لك? طبعا صح. ايه خلايا المناسل ديت? والله خلايا المناسل دي لو انا بكلم على الانسان اللي هي الخصية. الخصيطين. بالنسبة للزكر وطبعا دي هتونتج اللي هي الحيوانات المانوية. اللي هي الامشاج. تمام? لو انا بتكلم على الانسة اللي هي الميبيضين وديها هتونتج اللي هي البيضات ودي اسمها امشاج مؤنسة. طب لو انا بتكلم على مناسل بالنسبة للنبات. والله الموتوك هيطلع حبوب اللقاح ودي اسمها امشاج مزاقرة. او اللي هو الميبيض هينتج اللي هي البيضات ودي اسمها ايه مؤنسة بالنسبة للنبات. يبقى فعلا الامشاج بتطلع من الانقسام الميوزي لخلي عليه من المناسل رقم جيم تنتاق الأزواج الكورومسمات المتماثلة إلى الأمشاج يعني المشيك هنا يحتوي على أزواج الكورومسمات طبعا الكلام ده غلط يبدأ يضغلط يبدأ اللي احنا ما ندور عليه طب ليه المفروض أصلا اللي هي الأمشاج بتحتوي على اللي هي نص المادة الورصية يعني يعني بتحتوي على كورومسترة مفرادة يعني مثلا انا بекلم على اللي هي خلاج جسدية في الانسان احنا وانا فيها ستة واربعون كرموسوم. طب لأنا بتكلم بقى على الامشاج مفروض يكون فيها كام? فيها تلاتة وعشرين كرموسوم. التلاتة وعشرين كرموسوم يسمى ايه? حيانات مانوية طب للأنا باتكلم على بويدة. هيكون تركيبة عبارة عن 22 زائد X. دي طبعا بتحتوى العداد فردية ودي بتحتوى العداد فردية. لان 22 واحد يبقى كام 23. 22 واحد يبقى كام 23. قدامنا احتمالين بقى. عند 23 اللي لما يتحدى اللي هو الحيون المانوي ده مع ده. هينتج مين X مع X. يكون اللي كان 44 زائد XX. معنا كده ده هينتج ايه? انسة. او يتحد اللي هو الحيون المانوي اللي هو قدامنا ده مع البوضة ديت. يبقى 22 22 يجدين اربعة واربعين. بس XY يعني هينتج ايه? هينتج اللي هو زاكر. معنا كده العدد هيرجع مرة تانية ايه? عدد زاوج اللي هو كام 46 كرموسوم مرة تانية في الخلايا الجسدية. رقم ده اللي. يحتوي ازا يجد على عدد زاوجي من اللي هو الكرموسومات. احنا بس سائلين. احنا هنا والله لما يتحدى اللي هي الحيون المانوي مع البويضة. هيطلع فلان ايه? عدد ايه زاوج اللي هو كام 46 كرموسوم. وبالتالي الكلام ده ايه كمان صح بالوحيدة اللي غلط الى رقم مين? رقم جين. ايه مما يلي ينطبق على النبات الموضح في الشكل المقابل. ايه اللي قدامنا ده? ده عبارة عن نبات الرشيا. ايه ده عبارة عن نبات الرشيا. وطبعا النبات ده بيكون نبات منبطح على سطح ايه? على سطح الارض. فبقول هنا رقم الف. اوراق ورشية الشكل هو هاي ومثل اللي فيه جير طبعا الكلام ده غلط. احنا اللي سألين اسمه الريشيا. رقم بيه? نبات ارضي لا يحتوي على خشب ولحاء. طبعا ده الصح. ده اللي احنا مندور عليها. لان طبعا بيدي عمين? بياتبع اللي هي اللا وعائيات. واللا وعائيات طبعا ما عنداش ايه? ما عنداش ولا خشب ولا ايه? ولا لحاء يعني ما عنداش انسجة توصلية. وطبعا بيدي عشعبة مين اللي هي الحزازيات? نبات ارضي يكون ازهار ولا يكون بزور بارد غلط. جزور اللي فيه وقد يمثل اللي هو الزنبق. طبعا بيكلمني دلوقتي على مين? على النباتات ذات الفلقة ايه? الواحدة. وطبعا ده احنا والنبيات بعمين اللي هي شعبة ايه? الحزازيات اللي هو النباتة الريشياب. ده كمان غلط. يبس صح رقم به. اي الصفات الوراسية التالية تحمل جيناتها على كرموسومات الجسدية? ويتأثر عملها بالهرمونات مين? الجنسية. تعال نشوف كده الاختيارات. رقم الف. صفة انتاج اللي هو الحليب. طبعا الصفة دي هي من الصفات اللي هي المحددة بالجنس. لانها بتقتصر على الاناس. تمام? لان الاناس بيكون عندها هرمونات جنسية بتساعد اللي هو الجين في التعبير عن ايه? عن نفسه. زي اللي هي صفة اللي هي انتاج الحليب في الابقار في اذا انت كده بالنسبة انه ما تنفعش. رقم بيه? صفة وضع البيض. طبعا دي بردك من الصفات اللي هي المحددة بالجنس. وبكون قصرة على ايه? على الاناس دون اللي هي الزقور. زي اللي هي مين? زي الطيور. دي كمان غلط. صفة اللي هي الظهور اللي هي اللحية. ديت من الصفات بردك اللي هي محددة بالجنس. وبكون قصرة على اللي هي مين? الزقور فقط. وطبعا ديت من الصفات الجنسية السنوية في زكر ايه? في زكر الانسان. دي كمان غلط. رقم ديل. صفة القرون في الماشية. طبعا دي الإجابة الصح. علشان ديت من الصفات اللي هي المتأثرة بالجنس وده عبارة عن صفات وراسية بتوحمل الجينات بتاعتها على كرموسومة اللي هي الجسدية وفي نفس الوقت بتتأثر عملها بالهرمونات مين اللي هي جنسية اللي هي الزكريا أو اللي هي الانسوية فالكلام ده صح الشكل المقابل يوضح أحد الحيوانات السادية طبعا اللي قدامنا ده عبارة عن مين عبارة عن الخفاش الخفاش فبقول لي هنا وضح كيف تأقلامه لعملية الطيران إيه التحور اللي عنده حصل عشان يقدر يتكيف مع عملية مين الطيران طبعا عندنا اللي هي الأطراف الأمامية تحورت على هيئة ايه أجنحة فأقول له كده الأطراف الأمامية تحورت على هيئة أجنحة حيث استطالت أصابع اليد من الثاني من الأصبع الثاني يعني للخامس لحد الأصبع اللي هو رقم خمسة وامتد الجلد من الجسم بين الأصبع الثاني إلى الأصبع الخامس يبقى الجلد بتاع الجسم امتد بين الصبع الثاني لحد الصبع كام اللي هو رقم خمسة الشكل المقابل يبين تفاعل مضاد بيه مع فصال الدم الأربع التي يرمز لها بالرموز وي واحد وي اثنين وي اكس واحد وي اكس اثنين علما بأن قال لي علامة موجب ديت اللي هي قدامنا ديت تمثل التصاق اللي هي حدوث تخصر تغلط يعني أما اللي هي السالب ديت معناها تمثل عدم اللي هي التصاق وقال لي كمان اكس واحد اللي هو قدامنا ده عبارة عن ماطي عام يبقى هنبدأ بيه كده يبقى عند اللي هو اكس واحد عبارة مين عبارة عن ماطي عام معنا كده ديت عبارة عن فصيلة مين اللي هي ال-O يبدأ الفصيلة O احنا هنا فيه طبعاً اللي هي الفصيلة O ما عندهاش اللي هي مولدات اللي هي الاتصاق وكمان عندها اللي هي الأجسام المضادة اللي هي anti-A و anti-B ناخد بعد كده عندنا اللي هو ال-Y2 زي ما احنا شايفين خاد الدم من جميع الفصائد كل الاسم رحى عليه معنى كده ده عبارة عن من؟ عبارة عن الفصيلة AB يبدأ عبارة عن AB يعني مستقبل عام مستقبل عام ليه؟ علشان ده عنده مولدات اللي هي الاتصاق اللي هو l-A وال-B وما عندهش اللي هو مين؟ الأجسام المضادة ناخد بعد كده اللي هو مين؟ اللي هو y-1 زي ما احنا شايفين هنا لما ضفت عليه اللي هو مضاد اللي هو B اللي حصل عملية نين؟ اللي هو إيه؟ تخصر يعني عملية تغلط معنى كده ده هيمثل مين؟ هيمثل اللي هو الفصيلة B يبدأ عبارة عن الفصيلة B أما اللي هو x2 لما ضفتوله اللي هو مضاد اللي هو B لم يحدث ايه؟ لم يحدث تخصر معنى كده ديات عبارة عن الفصيلة إيه طلب مني إيه هنا؟ قال لي هنا بقى ما احتمال ظهور الفصيلة الدم اللي هي X1 X1 اللي هي مين؟ اللي هي الأو بين الأبناء عند زواج امرأة فصيلة دمها وي 2 وي 2 قدامنا اللي هي إيه بي؟ يبقى إيه بي؟ من راجل فصيلة دمه X1 X1 اللي هو مين؟ اللي هو الأو اللي هو طبعاً لازم حط الاتنين إيه؟ اللي هما اسمول عشان ديت فصيلة متنحية. طهلا انا عملك اده عليت مسألة. يبقى عند دلوقتي اللي هو ال اي بي. اي بي. وده يمثل مين? اللي هي امرأة. الانسة. مع اللي هو مين? الرجل اللي هو فاصل الدم و ايه? ال او. ده عبارة عن الرجل. هنطلع على امشاج الاتنين مختلفين هنزلهم هما الاتنين. ده المشيج الاول. ده المشيج التاني. الاتنين شكلة بعدها ناخد واحد منهم. الاول مع الاول. يبقى ايه? او. والتاني مع ده. يبقى بي. او. احنا عارفين الايه? بيسود على مين? على اللي هو ال او. يعني دي عبارة عن الفصيلة ايه? والبي بيسود على ال او. ده عبارة عن مين? عبارة عن الفصيلة بي. طب دلوقتي او قال ايه? محتمال ظهور فصيلة الدم اللي هي ال او بين الابناء. والله اللي طالع عندي هنا زي ما احنا شايفين كده. ده نسبته خمسين في المية. اللي هي الفصيلة ايه? وفصيلة بيه اللي هي نسبتها كام? خمسين في المية? او واحد الى واحد. هل هنا ظهر الفصيلة او في الابناء اللي هم ما طلعهم? طبعا لا ما فيش. فاقول له هنا الاجابة. احتمال ظهور. فصيلة الدم اللي هي اكس واحد. اللي هي مين? الفصيلة او يعني? اتمثل كام? سفر في المية. ما فيش حد تطلع. سفر في المية. يا ربكم فهمنا? ما تنسناش من صالح دعواكم. كان معكم استرطار وإلى اللقاء ان شاء الله في حلقة قادمة. وبالتوفيق لجميع رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة وبركاته. اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا في القناة.